أحياكم الله في بودكاست السوق من ثمانية في حرقتنا اليوم رح نبدأ بالحديث عن تساؤل كبير واللي هو مستقبل الانترنت والإعلانات تعودنا على انترنت مليء بالإعلانات واليوم بدأنا نشوف محاولات كثيرة من شركات إنها تقلب هذه المعادلة وتحول الانترنت إلى ساحة من الاشتراكات فهل أنت مستعد تدفع لاشتراكات في الخدمات اللي أنت ستستخدمها اليوم بشكل مستمر وهل يا ترى بيكون مستقبل الانترنت مستقبل هجين مثل ما سوت نتفلكس مؤخرا مستقبل فيه اشتراكات لكن أيضا اشتراكات تتخللها الإعلانات وهذا اللي شفناه أيضا في تويتر مع اشتراك تويتر بلو نقاش لطيف بيني وبين عبدالله حول هذا الموضوع بعدها رح ننتقل للحديث عن نتائج نتفلكس للربع الثالث من هذه السنة وأيضا قرارهم في زيادة الأسعار وبعدها رح نتكلم عن قرار جديد من شركة X واللي هو فرض رسم اشتراك دولار واحد بالسنة لأي مستخدم حاليا في دولتين لكن ممكن تنطلق بعدين لكل مكان لأي مستخدم يبغي يشارك في المنصة بمعنى أنه يكتب أو يساهم أي مساهمة بعدها رح ننتقل للحديث عن شركة ترايبل المتخصصة في إصدار البطاقات البنكية للشركات الصغيرة والمتوسطة واللي أعلنت عن تجديد تمويلها بقيمة 150 مليون دولار من قبل Partners for Growth لأجل التوسع للسعودية بعدها رح نتكلم عن شركة إكسبانسيو في الإمارات واللي جمعت 40 مليون دولار في جولة أقل ما يقال عنها أنها جولة خيال علمي وأخيراً رح نتكلم عن كل من OpenAI وشراكتها مع شركة G42 الإماراتية واشتفاصيل هذه الشراكة اللي بينهم وشركة كادي في السعودية واللي حصلت على رخصة اشتر الآن وادفع لاحقاً من قبل البنك المركزي السعودي عشان تكون سادس شركة في هذا القطاع قبل ما تبدأ الحلقة أتمنى أنكم تشاركونها مع أي شخص تعتقدون أنه مهتم بهذا النوع من المحتوى أما الآن فاستمتعوا لا أدري عبدالله إذا تذكر كيف كان الإنترنت في بداياته كان يمكن أغلب المحتوى وأغلب المواقع والنشرات البريدية كانت مجانية وحتى بدون إعلانات مع الوقت كثير من الشركات حتى قبل ما تطلع المنصات الكبيرة مثل جوجل وغيرها بدأت تشوف فرصة للإعلانات أنه دام أنه في عدد كبير من المستخدمين ليش ما أنا أحاول أوصل لهم بطريقة أو بأخرى نتذكر مثلاً كان يمكن كان عندي إحساس معاذ النقلة للشاشات العريضة في بعض المواقع كثير من المواقع لسه جلس على التصميم الأساسي المربع فصار فيه مساحة يمين ويسار يعني هذا كان إحساس بالنسبة لي أنه لسه نفس الموقع لكن قاعدة تزيد إعلانات على الجن يعني ما أدري هي مقصودة ولا لا بس يعني شفت تحولت بس فيه كثير من المواقع لسه جلست زي ما هي على التصميم للشاشات المربع وما أدري لو تذكر يمكن كانت أهم مساحة إعلانية في الشرق الأوسط ذاك الوقت يعني على بدايات طفرة الإنترنت وبدايات طفرة الإعلانات قروبات أبو نواف البريدية كانوا يرسلون إيميلات فيها نوكات وصور وتعليقات وأشياء كانت هذه تعتبر يعني إذا أنت قدرت تدخل أعلام فيها فأنت مسيطر على السوق فيعني كيف بدأ الإنترنت يعني أول شي كان يعني من خلال النماذج المفتوحة الأوبن سورس زي المدونات والمواقع وغيرها بعدين انتقلنا شوية لي يعني النموذج فيه شوية إعلانات وشوية محتوى مجاني ومع الوقت ومع النضج البنية التحتية في الإنترنت من ناحية بوابات دفع وغيرها انتقلنا شوي شوي لنموذج الاشتراكات بحيث صار المحتوى هو شي تقدر تشتريه أو تشترك فيه ويصير يجيك بشكل مستمر يعني وهذا ينطبق على كل أنواع المحتوى صح يعني الموسيقى الفيديو التدوينات والنشرات البريدية حتى مثل يعني سوبستاك واليوم حتى طبعا الأفلام والمثلسلات مثل منصات يعني مثل نتفليكس ففيه تحول كبير في نموذج عمل الإنترنت قاعدين نشوفها خلال يمكن الـ 20-25 سنة الماضية طبعا جزء منها مع المنافسة التفكير في كيفية الاستفادة القصوى من الإنترنت والانطلاق بشكل أكبر من خلال المواقع لكن كذلك بعد ما تغيرت البنية التحتية وسعر حفظ أو استضافة أو الهوستنج حق البيانات والمعلومات وكذلك قواعد البيانات قاعد يرخص صار فيه فرصة لرفع أنواع مختلفة من المحتوى أو المواد وبالتالي فيه فرصة فرصة تستفادة منها من خلال نموذج عمل جديد تضيف إلى هذا كل حماس المستخدمين أو المشترين النهائيين لاستخدام أو استهلاك المحتوى على الإنترنت بدل العالم الحقيقي ذكرت مثال نتفليكس ذكرت قصتهم مع بلوك باستر طبعا قصة أعمق من كذا لكن الاستفادة من اللي كانت نتفليكس كمان تقدر تقدمه بعد ما انتقلت للستريمينج أو البث مقارنة بالخدمة الأساسية اللي موجودة خلت الناس أقل اهتمامها أقل بالاستفادة من الخدمات التقليدية خلينا نقول فضاعف أو سرع عجلة التحول في نماذج الأعمال في الإنترنت فيعني بس في جزء منها هذا الإنترنت أو هذه المنصة الجديدة كيف أقدر أدخل منها فلوس هذا كان جانب لكن كان في جانب ثاني كذلك التطوير اللي ما نشوفه كل يوم وما نحس فيه بشكل مباشر في البنية التحتية سرع من هذا الجانب وضيف له زي ما ذكرت أعتقد يعني تغير السلوك عندي وعندك وعند المستخدمين المختلفين أنا والله أحسن وأريح وأسهل أني أسويها منك طبعا مع الوقت يعني صار موضوع الإعلان أو الإعلانات موضوع مسلم في عالم الإنترنت يعني الفترة اللي ما بين خل نقول 2005 ظهور جوجل بشكل قوي إلى فترة خل نقول 2014-15 صار من المنطقي والمتوقع أنك تدخل أي موقع وتلقى فيه بنارات إعلانية موجودة سواء كان موقع إخباري أو ترفيهي أو غيرها حتى من المواقع الشبه رسمية أذكر حتى أغلب المواقع الإخبارية كانت تحط أعلانات وبنارات وطبعا فينا نموذجين يا أنك تبيع بناراتك بشكل مباشر من خلال البحث عن معلنين وتعاقد معهم أو أنك تستخدم أحد الشركات اللي تبيع لك مثل جوجل وحتى الشركات اللي جوجل تعمل معهم لكن صراحت هذا الانتقال ما ننسى أنه وصلت مرحلة كانت مزعجة جدا فطلعت موجة من الحلول في كيف أمنع الدعايات تطلع لك الخاصة لما كانت تطلع تنط في وجهك لما تفتح بعض المواقع صارت عالم فرعي كيف أمنع الدعايات هذه أنها تطلع فوصلت مرحلة مزعجة فيمكن طلع نموذج ثاني طبعا صار فيه طبعا تفنن كيف أني أتجاوز هذه الأعلانات لكن الأهم من هذا يعني هذا العالم اللي سلمنا فيه موضوع الأعلانات صار فيه تحديين زي ما ذكرت التحدي الأول تجربة المستخدم بدأت تسوء يعني أنت ممكن قاعد تقرأ خبر وعلى يمينك ويسارك وفوقك وتحتك بنارات كلها قاعدة تسوي يعني تفلش عليك بألوان حتى مختلفة على أساس أنها تلفت انتباهك وفعلا تعطيك نوع من التجربة السيئة فيها صداع فيها قلق هذا واحد اثنين المشكلة اللي ما زلنا إلى اليوم إحنا نعاني من آثارها واللي هو موضوع البيانات وتتبع المستخدم وبيع هذه البيانات لأطراف أخرى إلى آخره فأنا أتذكر صراحة عبدالله كان هذا الموضوع فعلا مقرقني عام 2014 وكنت أبحث عن حل حقيقي في الموضوع وصدف في هذاك الوقت أني طحت على تجربة أطلقتها شركة جوجل أسمتها جوجل كونتريبيوتر كانت فكرتهم أن في ناس زي يبحثون عن انترنت بلا إعلانات وكانوا حابين أنهم يعني يسوون قياس لهذه الفرضية هل فعلا في ناس يبون عن انترنت بلا إعلانات طبعا الجواب أكيد إيه لكن السؤال الأهم هل ممكن يدفعون فلوس على أساس أنهم يجاوزون الألانات فالجواب كان أنه بسووا تجربة اسمها جوجل كونتريبيوتر تدفع من دولار إلى ثلاث دولارات في مواقع معينة هم تعاقدوا معها بدل ما يظهر لك إعلان يظهر لك رسالة شكر شكرا لك على دعم هذا المحتوى لكن للأسف يعني التجربة فشلت في تحاليل تقول أن جوجل أصلا ما عطتها حجمها من الاهتمام والحب وتحليلات أخرى تقول لا كانت تجربة مبكرة على الإنترنت وعلى نطجه في هذا الوقت عام 2014 وتقريبا على 2015-2016 أوقفوا التجربة بكل صمت حتى اليوم لو حاولت تروح لصفحة هذا الموقع حقهم ما تقدر يعني أزالوا صفحة بالكامل معاد هذا يذكرني لما تكلمنا عن نتائج متى قبل كم سبوع وكان فيه معدل الدخل اللي أغلبه من الإعلانات يعني بنسبة كبيرة جدا لكل مستخدم كأن يعني الشركة تقول لكم ما يقولونها بهذا الطريق أنه ترى أنا قاعد أدخل منك 6-7-8 دولار مهما كان الرقم بالشهر من الدعايات فأنا أقدر أبيع دعايات عشان توصلك بهذا المبلغ هل أنت مستعد يعني تدفع هذا المبلغ وتعوضني ولا هل فيه مو شرط تعوضني 100% لأنه مضمون المبلغ وتحسن التجربة تعوضني 70-80-90% من هذا المبلغ وهل أنت مستعد تدفعها على مستوى الإنترنت زي ما جوجل جربت ولا تقدر تروح تختار شركتين ثلاث أربع شركات يخفض بشكل عام عدد الدعايات اللي يجيك وبعدين عد يجيك شوي من مواقع ثانية تقدر تتحملها ولا مستعد تتحملها يعني لا ننسى أن جوجل نعم فشلت في تجربتها الأولى لكن قد تكون نجحت في تجربتها الثانية مع يوتيوب كلنا نعرف عن يوتيوب بريميوم وكيف أن قدرت الشركة من خلال عدة مزايا لكن أهمها بلا شك هو إيقاف الإعلانات على يوتيوب مقابل مبلغ مادي تدفعها بشكل شهري أو سنوي وآخر يعني إفصاح للشركة قالوا أنه عندهم ثمانين مليون مشترك حول العالم وهذا رقم يعني ما هو سهل لكن عبد الله اليوم يبدو أنه في توجه عند كل شركات المحتوى خصوصاً شركات الشبكات الاجتماعية إنها على الأقل تسوي تجارب في هذا الحقل يعني على سبيل المثال كلنا شفنا اشتراك تويتر بلو أو أكس بلو اليوم قاعدين نسمع عن اشتراك جديد بسعر أعلى مقابل إذ إزالة الإعلانات من أكس أو تويتر هذه أول مرة يتم ذكر هذا الشيء وطبعاً فيه اشتراك أقل قيمة بنفس الميزات لكن تظهر فيه إعلانات قاعدين نشوف إنستغرام اليوم قاعدين يطالبون الاتحاد الأوروبي أنهم في حال المستخدم ما سمح لهم بتتبع خياراتهم والتسويق بشكل شخصي له فبالتالي يضطر المستخدم إلى أنه يدفع مبلغ مختطع لمتا أو إنستغرام شهرياً بالمقابل يزيلون الإعلانات من عنده وأيضاً قاعدين نشوف تجربة لتك توك خارج أمريكا بخمسة دولار اشتراك من غير إعلانات فيعني لما أشوف هذه الأخبار كلها لازم نبدأ نتساءل هل هذا هو مستقبل كل شركات المحتوى والشبكات الاجتماعية هل ممكن نشوف مستقبل هل ممكن يكون مستقبل الإنترنت يا عبد الله بدون إعلانات أنا أشوف معاد صعبة جداً لأن أعتقد بيصير شيء من شيئين الشيء الأول تصل لأن كل شركات هذه تبغى جزء من الإرادات هذه وتبغى تأخذ من محفظة المستخدم يعني الحالة الأولى نصل للحد اللي يقبلوا المستخدم كمعدل إنه يدفع على الاشتراكات يعني من سنتين تقريباً بدنا نشوف تزايد شوي في الناس اللي تقول خاصة تطبيقات أو شركات البث هولو وديزني ونتفلكس الناس تقول ترى إذا تشوف كل هذه متى آخر مرة تفرجت آخر يعني برنامج على واحدة منهم ليش ما تحذف أو تكنسل اشتراكك فهذا جانب الآن لو تضيف عليها تطبيقات التواصل الاجتماعي كذلك بتزيد التكلفة الشهرية بشكل كبير فهل أعتقد يا بنوصل للحد اللي المستخدم الطبيعي يتقبل دفعه بالتالي الشركات اللي ما تفوز بحصيلة أو جزء من دخلك بالعكس ممكن تزيد الإعلانات عشان تخلي خيار أنك تشترك أكثر أهمية والشركات الدعاية والإعلان قد تتأثر كذلك هذا الخيار الثاني مبيعاتها فتقوم تزيد التكلفة اللي هي مستعدة تدفعها لهذه الشركات فالشركات الآن ما عاد يكفيها العشرة دولار والحداعش دولار يقول أنا أقدر أبيع خمسة عشر وعشرين دولار لك بالشهر فبيحاولون يبدون يرفعون السعر بس عشان تكلفة الفرصة هذه وبالتالي نعود للجزء الأول اللي هو نصل لمكان خلاص المستخدم يمل أو مو يمل يعني يقول ما أدفع زيادة من مبالغي هذه فأعتقد بيكون فيه تقنين في العدد وأعتقد أنه قد تكون مقاربة غير يعني ممتازة في جميع الجوانب بس لو نفكر بالمجلات المتخصصة سابقاً كان حتى ونت دافع ومشترك ما إلى ذلك يجيك إعلانات مخصصة أكثر بالنسبة لك فأعتقد بيكون مو بس ربط لترى هذا نوع المستخدم اللي أنت قاعد توصل لأعلانك بيصير فيه أخذ أكبر فيه أنت يا معاذ وانت يا فلان وانت يا فلان وش تبغى تشوف فيصير كأنها إعلانات 2.0 يعني النسخة المحسنة من الإعلانات الأشياء اللي تبي تشوفها مو باللي قاعدين نسوي من وراك نشوف معلوماتك ونجيب لك إعلانات حتى لو ما تبي طبعا مثال المجلات اللي ذكرتها يذكرني أيضا بمثال الكابل في أمريكا يعني الشبكات اللي تشترك فيها عن طريق الكابل مثل HBO وغيرها نفس الفكرة تشترك وتدفع مبالغ ما هي بسهلة أتكلم سابقا ومع كذا لازم أنت تشوف الأعلانات اللي يحطونها لك وانت تستهلك حتى كان محليا عندنا في OSN وأوربت أيضا خير أمثلة اشتركات بأسعار عالية لكن أيضا فيها إعلانات وهنا يجي السؤال يعني ويذكرني هذا بحركة نتفليكس الأخيرة لأن نتفليكس كانت اشتراكات بدون إعلانات بعدين قال طيب أنا أريد زيادة المشتركين ليه ما أنزل اشتراك بإعلانات بسعر أقل فصار النموذج المهجن أو الهجين ما بين الإعلانات والدفع وأعتقد أن هذا قد يكون أسوأ شيء يمكن يصير لي الإنترنت ليه؟ أن يصير كل شيء مدفوع ومع كذا تبقى الإعلانات موجودة يعني في نهاية المطاف كمستخدم يا أنك تحط لي الإعلانات اللي أنت تبغى تبيعها أو الدخل دخلك منها يا أني أدفع لك وتعطيني أفضل تجربة ممكنة وأفضل تجربة ممكنة فيها جوانب مختلفة لكن أحدها أنه ما في إعلانات لكنك تحطني أشوف إعلاناتك وأيضا أدفع لك فوقها فهذا يعني أنك أنت من تقدر تربح بشكل كافي من بيع الإعلانات فبالتالي تحتاجني أني أيضا أعطيك مبالغ فوقها فأنا أخاف صراحة من هذا التحور في نموذج الأعمال أنه يصير هجين ويصير هذا هو الدارج من تطور البناء إلى أناقة التصميم ورفاهية الخدمات مع تمييز الموقع حلول سكنية مبتكرة ومستدامة مع شركة صفا للاستثمار المزيد في وصف الحلقة معاذ أعتقد نقطة الهجين أو النموذج الهجين بدأنا نشوفها شوي على أقل في التقارير اللي تويتر بتبقى تسوي هذا الفرق بين الباقتين الباقة الأقل منهم تشوف إعلانات بالنسبة أقل يعني كأنه يقول أنتوا اختار وين تبي تكون من ناحية الإعلانات لكن إذا افترضنا أنه مو كل أحد يريد يروح للخيار الأعلى سعرا فبيصيرت قاعد تدفع ولسه قاعد تشوف إعلانات الآن عاد يجي مو الأرقام الفعلية اللي كم إعلان تشوف لكن إحساس المستخدم هل فعلا حس أن عدد العنات اللي قل أو إزعاجها أو يعني انطباقها على اللي هو يبغي يشوفه تحسنت بشكل جيد أنه يسوى أنه يدفع ولا لا فأعتقد أنت ذكرت كلمة مهمة أن الشركات قاعدة تجرب أعتقد لسه في تجارب على وش الحل المناسب ووش اللي فعلا بينفع عشان يقسمون هذه الاشتراكات أو أنواع الاشتراكات لأني ما أعتقد بيكون مثلا إذا الباقة الكاملة أربعة دولار إذا دفعت دولار بنشيلك 25% من العنات إذا دفعت دولارين بنشيلك 50% ما حتكون خطية أعتقد بيكون فيها كثير من المستخدم كيف يعني يشوف أو يحس بالفرق أكثر من العدد الفعلي من الفرق أعتقد وأعتقد هذا وأعتقد هذا سبب نجاح تجربة يوتيوب يعني التحسن في جودة التجربة برأيي كان فارق بشكل كبير يعني أول وأنت تشوف الفيديو خصوصاً لأن كان فيديو طويل غير أنك تشوف إعلانات قبل بل حتى يظهر لك أعلانين أو ثلاثة أو أربعة أحياناً وأنت تتفرج في أهم نقطة في أهم نقطة في اللي قاعد تشوفه يدخل لك في شايلب فكانت تجربة مزعجة جداً وقدروا أنهم يحلونها بمبلغة وأعتقد المستخدمين يوتيوب بريميوم يعني أعرف حفنة منهم مستحيل يتنازلون عن هذه الميزة يعني مهما رفعت عليهم من سعر بحد منطقي لكن مستحيل أنهم يتنازلون لأن لأن التجربة استثنائية مقارنة بالتجربة العادية ومتى تعرف مدى استثنائيتها إذا طريت رحت عند أحد ما عنده هذه الخدمة فتتفاجأ أن وش ذا التجربة كأنك تشعر أنها تجربة من العصر الحجري هم طبعاً من يوتيوب بريميوم كذلك هم سووا حركة كذلك خاصية ثانية مهمة اللي هو تقدر تقفص اليوتيوب ويستمر المقطع يشتغل صوتي وطبعاً هذه كانت موجودة في الآيفون سابقاً بعدين سارت تعدد من الأشياء بينهم بين أبل وكذا لكن قد يكون هذا تلميح للباقات الاشتراكات لن يكفي أنها تكون بس اشتراكات كذلك سناب شات سابقاً لكن في ميزات إضافية في التطبيق أو في الخدمة اللي هي الناس ممكن تشيل همها ولا تهتم فيها مرة أخرى أرجع وأقول أعتقد فيها جزء كبير من كيف المستخدم يشوف القيمة العامة أنا أعتقد فيه جزء كبير من المستخدمين ما حيكون كافي للشركات أن تقول لهم بس أقل الإعلانات ولا أشيل الإعلانات بشكل كامل أعتقد لازم يكون معها خدمات أخرى أو خصائص أخرى عشان يعني كباكيج ولا كباقة يصير فيه قابلية أنه الناس تدفع أو تشترك فيها مثلا تجربة سناب شات أنا أشوفها يعني وسط إلى متوسطة إلى أقل متوسطة نجاحة في إضافة الخدمات الأخرى ما أدري عن أكس إيش يبغاني يسوون بالضبط في البقات الجديدة ولا هي فقط الإعلانات لكن على سبيل مثال أنا ماني متأذي بشكل كبير من الإعلانات في أكس هل ودي تروح؟ إيه بس مو قاعدة تخرب علي التجربة بشكل زي ما يوتيوب كانت تتخرب علي التجربة الدعايات طبعا هذا عبد الله يأخذنا لسؤال ثاني واللي هو لو كان هذا مستقبل الإنترنت أي بدون إعلانات فهل ممكن طبعا ما تكلم عن شيء بعد سنة أو سنتين أكيد أن هذا الموضوع رح يأخذ وقت مثل ما كان حتى انتقالنا إلى الإعلانات خذ وقت يعني ما كان بين ليلة وضحاها لكن هل ممكن أيضا يقتصر على جغرافيات معينة جغرافيات ذات الدخل العالي المرتفع مثل مثلا أمريكا وأوروبا وشمال أوروبا ولا ممكن نشوف هذا التطور في نموذج الأعمال يعني في كل مكان أنا أشوف معاذ إذا الشركات اعتمدت هذا النموذج أو حتى لو نوع الهجين من نموذج الأعمال بيحاولون يكونون في كل مكان أعتقد يسهل لهم كذلك قابلية التوقع قابلية أو التفكير في كيف يزيدون كذلك أي موالغ الاشتراكات واللي يغيرون الخصائص وتفيدهم كذلك في التحليل طريقة الاستخدام لكن دائما يكون كثير من الشركات حتى اليوم في قيمة الاشتراكات تختلف من دولة لدولة فقد حتى النموذج نفسه يكون مختلف مو بس القيمة ويكون في بعض الدول لا والله الإعلانات لازم تكون موجودة لأنك ما حتدفع إلى دولار هذا الباقة اللي موجودة عندك من تحليل الشركة في دول ثانية يشوفون المستخدمين مستعدين يدفعون أربعة وخمسة وعشرة دولار فيعطيك خيار بدون لكن قاعد أفكر فيها تشغيليا وتحليل للسوق وكذلك مراجعة الباقات أو الخصائص وأعتقد بتعقد الموضوع للشركات بشكل كبير المعلنين كذلك قاعدين يدورون على المستخدمين اللي يقدرون يصرفون بشكل أكبر فإذا أنت تبي تزيد العلانات في بعض الدول اللي ممكن أصعب أو بالعادة الاشتراكات فيها تكون أرخص فطيب حتى المعلن ما يبي يعطيك نفس المبالغ إذا بتروح تعلن هناك إذا قيمة البضاعة اللي يبغي يبيعها معدلها خمسين دولار ولا مئة دولار ولا غيرها ويبغي يعلن في أمريكا لو تذكر مثلا تقرير فيسبوك لما تكلمنا يعني أمريكا الشمالية وكانت أعلى بكثير جدا من باقي دول العالم حتى أوروبا والشرق الأوسط وغيرها فأعتقد هنا بيكون فيه ممكن يكون فيه إعادة حتى مفاوضات بين شركات الإعلانات وشركات المحتوى طيب عبدالله يعني على طاري هذا الموضوع نتفلكس أعلنت عن نتائجها للربع الثالث و يعني نتفلكس لها فترة قاعدة تعاني شفناها في العام الماضي لأول مرة عانت من انخفاض في أعداد المشتركين على مستوى ثلاثة أرباع وبعدين في أحد الأرباع استطعت أنها ترجع وتزيد عددهم وشفنا عدة طرق ومحاولات كيف يزيدون أعداد المشتركين من بينها حاولوا أنهم يضغطون على الناس اللي قاعدين يشاركون حساباتهم مع أصدقائهم ومع أقاربهم لأن فكرة الحساب المشترك أنه يكون في نفس البيت لكن طبعا كثير من الناس يعني يساوا استخدام هذا الشيء وكانوا يوفرون قيمة الاشتراك فكان هذا أحد الطرق اللي يقدروا أنهم يسكرون على هدولي شوي وأيضا كان في طرق أخرى لأنه مغير العداد لهم فترة وهم يزيدون أسعار الاشتراك شفت صراحة رسم بياني يوريك عدد المرات اللي زادوا فيها سعرهم من 2016 إلى اليوم يمكن تقريبا للخطة البريميوم اللي هي أغلى واحدة اللي هي 4K زادوا يمكن أكثر من 6 أو 8 مرات تقريبا بمعدل 90% خلال آخر 6-7 سنوات زاد سعر الاشتراك وهذا ينطبق على بقية الخطط اللي عندهم بمعدلات يمكن أقل شوي من 50 إلى 70% تقريبا لكن الزيادة اليوم اللي نتكلم عنها تقريبا من 15 إلى 20 على مختلف الباقات فما أدري فما أدري صراحة يعني إلى أين إحنا متجهين لأنه فعليا تكلفة المحتوى ما هي في زيادة لكن يبدو أنهم يحاولون يستخلصون يعني دولارات أكثر من المستخدمين القائمين بحيث أنهم يقدرون يخلقون قصة مثيرة للمستثمرين لأن زيادة عدد المشتركين عند تقريبا 250 مليون مستخدم تقريبا صعب جدا على مستوى العالم معك حق صعب تنمو بعدد المستخدمين بشكل كبير زي المراحل السابقة لكن نقطة تكلفة المحتوى مو قاعدة تزيد أعتقد هذه نقطة الحالها مهمة لأن حال المفروض أنها تزيد أنا أشوف في عندهم يعني اقتصاديات الوحدة لأنهم عندهم الآن انتاجات أكثر وكذا المفروض كمعدل للوحدة الواحدة المفروض يقل لكن من نفس الوقت يعني نتفلكس من زمان ما طلعت يعني زخم كافي من العروض أو البرامج أو الأفلام الجديدة اللي الناس تتحمس عليها فجودة المحتوى أعتقد فيها سؤال كبير وأعتقد كذلك في جانب في التكاليف اللي هو في أحد المقابلات الأسبوع الأسبوعين الماضية نسيت والله من أعتقد لقاء مع بين هورويتس بين هورويتس أعتقد يقول أن تكلم مع أحد في نتفلكس وتقريبا 98% من المشاهدات تجي على المحتوى الجديد أو نسبة يعني ضخمة ما يحضرنا الرقم بشكل كافي فهل سياسة وجود المكتبات القديمة لكثير من العروض أو البرامج مهمة ولا أنهم ينتجون محتوى أكبر ويغيرون في نوعية التكاليف حقاتهم بس يعني لأنه في حد أنا قصدي حتى لو هذه الاستراتيجية زيادة الأسعار من المستخدم الواحد جيدة للشركة طبعا على مدى المتوسط أو القريب والمتوسط لكن وين بتروحي يعني ما حتخليها خمسين دولار بعد سنة ولا سنتين فيا أنها إعادة أو ضبط للتوقعات أو أن يجدون حل لزيادة أعداد المشتركين بس ما حتكون حل مستدام أنك تزيد الأسعار طبعا الغريب عبدالله الشيء اللي استغربت أن نتفلكس ما كملوا فيه أنه لما طرحوا فكرة الألعاب حقتهم طبعا أنا يعني طرحوها بتطبيق آخر ولازم تروح تحمل شيء ثاني فما أدري ليش سواها بهذه الطريقة لكن ما شفت يلا استمرارية كبيرة أو يعني انطلاق كبير في هذا التوجه ولا تجارب أخرى فيمكن هذا جانب الرابع هي تجربة ما زالت قائمة عبدالله لكن يبدو أنها فاشلة وأعتقد هنا في سؤال مهم يمكن يوتيوب صرحت قبل ستة أشهر عن نسبة المحتوى اليوتيوبي اللي يتم استهلاكه عن طريق التلفزيون ولو تذكر النسبة كانت خمسين في المئة خمسين في المئة السؤال لنتفلكس كم نسبة المحتوى المستهلك عن طريق التلفزيون لأن الألعاب سووها عن طريق تطبيق الجوال وصراحة لا أدري كم من نسبة استخدامها عن طريق الجوال لكن لا أعتقد أنها تكون أكثر من خمسين في المئة لكن عبدالله فيه هنا نقطة مهمة وغريبة بالنسبة لي أن السهم ارتفع تقريبا 12% بعد خبر الإعلان هذا عن النتائج طبعا النتائج تعتبر إيجابيا نوعا ما فيه نمو في الإيرادات فيه نمو في أعداد المستهلكين الإيرادات 7.5% المستهلكين 3.5% مقارنة بالعام الماضي لكن نتذكر أن العام الماضي كان فيه انخفاض أصلا لكن السؤال الأكبر والأعمى وش مستقبل نتفليكس وعشان كذا أنا مستغرب من يعني زيادة السهم يعني السهم مرتفع بداية العام 35 صحيح أن من أكثر الأسهم اللي تضرر في 2022 خصوصا بعد ما بدأوا في انخفاض أعداد المستخدمين أو المشتركين وشفنا انخفاض وصل إلى 70% من قمة نوفمبر 2021 اليوم من القمة 38% انخفاض لكن آخر 12 شهر مرتفع السهم 110% فواضح أنه فيه قصة يعني قصة إيجابية مرتبطة بالسهم اليوم لكن السؤال الذي عندي هو سؤال فعلا استراتيجي للشركة يعني الشركة هذي وين بتروح لأن واضح أنها لها الحين تقريبا 18 شهر تعاني من مشاكل نمو يعني نمو على مستوى 3.5% في عداد المشتركين ما أعتقد ستقدر تبني عليه قصة بتحمس الناس أو أنك فجأة تنتقل إلى مستوى عال من الربحية فهل يعني انتهت قصة نتفليكس أنا برأيي إذا استمرت على نفس المنتج وبنفس الطريقة أعتقد أن الشركة يعني بدأت رحلة الاندثار لأن المنتج حقهم اليوم في بداياته كان منتج مميز جدا لكن اليوم الجميع سوى مثل ما سوت نتفليكس يعني عدد المنافسين المباشرين غير منطقي وعندك منافسين على مستوى أمريكا وعندك منافسين تقريبا في كل دولة يعني غير المنافسين من ناحية نوع المحتوى نفسه يعني المحتوى قاعد يتجه للمحتوى الأقصر المحتوى كذلك المستخدمين أكثر من مرة قالوا لهم بطريقة أو بأخرى على بعض يعني الجوانب الأيدولوجية إنه ما نتفق معكم وترى يعني ممكن نروح لأماكن ثانية وغير إنه في ناس تانين أصلا قاعدين يحبون برامج محددة من شركات أخرى يقولون البرنامج هذا ممتاز أو جيد أو أحسن من اللي موجود في نتفليكس فالناس قاعدة تروح لبرامج أخرى فعندهم تحديات كثيرة بس أعتقد ارتفاع السهم هو ريح المستثمرين كثير من بعد السنة الماضية إنه لأ لسه نقدر ننمو أعتقد لأن هذا كان سؤال كبير السنة الماضية لما نخافض عدد المستخدمين هل ماتت هل بتموت بسرعة الشركة وأعتقد إجابة الشركة واضحة لا السؤال الحين هل بتموت بشويش ولا بتلقى لها جانب مختلف تماما للنمو أنا أعتقد أن تحتاج إلى يعني حل سحري بالابتكار في منتج جديد أو منتج موازي هم طبعا صراح شركة برأيي على الأقل تاريخيا كانت جدا ابتكارية في حلولها يعني بدأوا بالأشرطة الدي في دي وكانوا يأجرونها ويرسلونها بعدين تحولوا لفكرة البث على الإنترنت وقضوا على شركة بلاك باستر زي ما أنت قلت قبل شوي وبعدين انتقلوا لما بدأوا يشوفون حرب على المحتوى انتقلوا لإنتاج المحتوى وفي كل خطوة يخطونها كل السوق يلحقهم يعني لما هم سووا منصة بدأت الشركات يسوي منصات لما هم سووا محتوى بدأت الشركات يسوون محتوى حتى عابل اللي ما لها دخل في المحتوى وأمازون اللي توصل حفائض قاموا يسوون محتوى فيعني هذا دليل فعلا أنهم يعني دائما هم قائدين في هذا السوق لكن هل فعلا انتهت هذه الجولة اللي نتفليكس هي فعلا يعني قائدة السوق وفعلا زي ما قلت يعني تبدأ تموت ببطء أكيد ما رح تختفي وتندثر بسرعة ممكن هذا كلام قيل عن بلوكبستر في عزها ودي بس أذكر في بداية نقاشنا احنا نتكلم على الاشتراكات الانترنت والاشتراكات يبدو تعمقنا في نتفليكس بشكل كبير لأنه كمان أعلنوا هذا زيادة أسعار الاشتراكات هذا الأسبوع فكانت مثال جيد للنقاش من ناحية هل بس زيادة أسعار الاشتراكات يعني تعيش الشركة يعني زادوها مية في المية خلال كم سنة فيمكن لسه في مجال للشركات الثانية أنها تبدأ منتجات أقل كسعر وترفعها يعني يطيها أربع خمس سنين قبل لا لازم تفكر وش تتسوي الخطوة اللي بعدها وهذا عبد الله يأخذنا لخبر تويتر أو أكس أنا الصراحة ما أدري شو سمي الشركة من الناس اللي محتارين نحتاج توقع يعني نتفق وخلاص بس يعني يبدو الناس بدأت تسميها أكس أنا أقول أن نسميها أكس الرجال اللي اشتراها وما أخذ بروض مدري كم يعني فعلى أقل شي نسوي إننا نمشي على اسم اللي يقاله طبعا أكس أو إيلون ماسك من بداية استحواذه وهو ما شاء الله عليه قاعد يغير تغييرات كبيرة وجذرية وأعتقد الكثير من الناس سواء اللي يحبونا أو ما يحبونا قاعدين يستشهدون بإيجابية هذه التغييرات ويمكن من أهمها تقليل الرقابة والأدلجة اللي موجودة في أكس وأيضا المزايا الكثيرة اللي عطوها للمستخدمين مثل تعديل التغريدات وغيرها من أشياء مختلفة وطبعا مشاركة الأرباح إلى آخره لكن اليوم في إيلون ماسك من البداية عنده حرب شخصية يمكن مع موضوع البوتات والحسابات الوهمية واللي تحاول أنها تأثر على الرأي العام وأيضا تسوي يعني دربك في ساحات أكس فاليوم قاعدين نجربون تجربة جديدة دام احنا نسوالف عن التجارب أصلا تجربتهم يقولك إذا أنت بغيت تسوي حساب جديد عن طريق الويب سواء كنت في نيوزيلندا أو في الفلبين فتحتاج أنك تدفع دولار في السنة إذا بغيت أنك تكتب يعني أنك تساهم في المنصة إذا بغيت أنك تقرأ فقط وتستهلك محتوى ما عندك مشكلة لكن إذا بغيت تبدأ تشارك في المنصة لازم تدفع الدولار وش رأيك عبدالله؟ يعني زي ما ذكرت معادي أعتقد هذه هدفها مختلف تماما مو بهدفها الإيرادات قدمه وهدفها تقليل من هذه البوتات أو البرامج يعني اللي تستخدم بدل الأشخاص يكتبون يعني أنا أتصور أنها كحل ما أدري وش ردة الفعل من الناس اللي قاعدين يطلقون هذه الحسابات الوهمية يمكن في حل كذلك يقدرون يمشون عليه يمكن في حل يقدرون يعني يقدمون ضد هذه الاستراتيجية لسه ما أدري لكن بيكلف هذا أقل الإيمان يعني بيكلف أي شيء أكثر من صفر يعني بيقلل العدد الناس اللي يبون يجون الآن حل بيضر بس عبد الله اللي عنده اللي عنده أجندة واللي يبغي يخرب تخريب منهجي يعني ما أعتقد بيرد دولار يعني دولار عن عن كل بوت عشر لاف بوت عشر لاف دولار ما أحس أن ذاك المبلغ وفي السنة بعد يعني أقدر أستخدم البوت في عدة عمليات تخريبية أيضا يعني ما هو ما يجب أن أوجهها في عملية معينة يعني أحس أن الفكرة منطقية وزي ما قلت بيقلل لكن ما رحي لكن يعني تشوفه مطب مو بجدار أي مطب مو بجدار لكن طبعا هم حاولوا أصلا يحطون جدر ثانية فيمكن المطب مع الجدر يعني أول شي تسقع في المطب وبعدين تخش على طول الجدار طبعا في سؤال على فاعلية هذا الجواب أو هذا الحل زي ما ذكر السؤال الثاني الحقيقة اللي إذا نشروه للجوال أعتقد لسه موجود على الجوال حتى في نيوزلندا وفربي وزي دول الدول ثانية هل بيأثر على المستخدمين الجدد ولا هل هو أصلا قاعد يجي من فرضية يعني أعمق إنه اسمع ترى عدد المستخدمين عندنا بهالحد تقريبا بيزيد واحد اثنين بالمئة بالسنة فيعني يعني مفروض ما نركز على نمو العدد المستخدمين قد ما نركز على نمو القيمة اللي نقدر ناخذها من أو نستفيد منها من هالمستخدمين اللي موجودين على المنصة هذا ما أدري نتذكر تجربة واتساب كمان قبل لما بدأ دولار دولار بالسنة يعني ما حدت من واتساب كثير يعني ممكن مرة تانية نرجع للخصائص مو بس التكلفة ممكن الخصائص أنها تكون كافية بس عبدالله إيلون يعني قد قال أكثر من مرة أنه ود أو يتخيل أن المنصة توصل لمليار مستخدم لكن تدب وش اللي أفكر فيه الحين هو لو تذكر قد قال أن واحد في المئة من مستخدمين تويتر هم اللي يكتبون وأعتقد أن هذا الرقم كان يشمل البوتات فلو سوى هذا الشيء وقل عدد البوتات بشكل كبير كم بيكون فعلا نسبة الناس اللي تكتب في تويتر وهل هي فعلا يعني قد تكون أقل نسبة لأي شبكة اجتماعية وهذا ينقلنا لنقطة أخرى أن تويتر تحولت مع الوقت يعني بشكل واضح صريح من شبكة اجتماعية إلى شبكة شبكة أخبارية وهذا اللي قاعدين نشوفه اليوم يعني تويتر هو مصدر الأخبار وفي كثير من الأحيان مصدر أسرع للأخبار وبعدين تجي الوكالات والأنباء الرسمية تأكد الخبر فيصير عندك نوع من الطمأنينة بس إذا بغيت تعرف خبر وتعرفه بسرعة بتروح لتويتر أو لأكس يعني الخصائص الثانية اللي طلعت السنة الماضية تقريبا اللي هي مثلا تقدر الواحد الواحد يقدر يختار مين يشوف التغريدة ومين يرد عليه وما إلى ذلك أعتقد هذه كلها في جوانب أو تدعم جانب زيادة المشاركة لكن أعتقد عنده أكثر من هدف أو أكثر من يعني مستهدف خلينا نقول في جانب زيادة المعلنين هذه بس يبي يقلل أو يبي يزيد المحتوى ويتأكد إنه ما فيه يعني زعاج كبير يمكن حتى البوتات تدخل هنا أو نقدر نخلي البوتات هدف مستقل بذاتها لتحسين جودة المستخدم أو تجربة المستخدم للمنصة غير لا ننسى ترى الجانب الكامل الخصائص الجديدة من الدفع وما الدفع والأشياء اللي سمعنا عنها بعد ما اشترى تويتر بعد ما اشترى إيلون تويتر يمكن هذه كمان بتجيب نوع أو دفعة كبيرة من المستخدمين الجديدين أو الجدد للخصائص الجديدة مو بس لتحسين الخصائص الحالية لكن أنا أعتقد رجع التويتر لتويتر 2011 2012 2013 اللي وكل واحد يشارك اللي يبي ويحس أن قاعد يسولف مع مجموعة نسبيا صغيرة مقارنة باليوم على أقل أعتقد هذه صعب جدا ترجع ترجع فيها وهذا يعني خيار تصميم من الأساس أن نبغاها تصير منصة للانتشار وللوصول وما إلى ذلك صعب تخليها زي على سبيل المثال منصة باث ولا غير هاللي مجموعات صغيرة إلى 150 مهما كان الرقم أخشي اللي وصلوا له فخيار تصميم وأعتقد منطقي إذا تبي تصير اللي يسميها هو البوبليك سكوير أو يعني ساحة المدينة ساحة المدينة عد يوم قلت باث أنا أصلا وحن نسولف عن الاشتراكات كنت أتساءل هل لو كانت الاشتراكات متاحة على أيام باث كان ممكن تنجو هذه الشبكة واللي يعني إلى اليوم كثير من الناس يترحمون عليها لأن كان لها رواج كبير في السعودية حتى أنهم قالوا في فترة من الفترات أكثر من 20% من المستخدمينهم كانوا في السعودية لكن سبحان الله كانت سعودية وإندونوسيا اثنين من أكبر الأسواق بالنسبة لهم يعني سبحان الله ما نسبهم التوقيت وهنا يجي موضوع التوقيت لأن باث كان ضد الإعلانات وما كان في إعلانات لكن ما كان عنده طريقة واضحة لنموذج العمال مع الوقت بدأ يبيع استكارات لكن في النهاية تم الاستحواذ عليه من شركة كورية وقفلوا في نهاية المطاف وهذا كان خبر حزين جدا للكثيرين شبكة شبكة مثل كان ممكن بسهولة تنجو بسعر اشتراك ثلاثة وأربعة دولارات وهذا شيء اليوم المستخدم صار على جاهزية هام أن يدفع مقابل خدمة فعلا يحبها ويحترمها طيب عبد الله ودي أنتقل لشركة ترايبل الشركة الموجودة في سان فرانسيسكو لكن بفريق عربي وأيضا بمجموعة من المستثمرين من الشرق الأوسط شركة ترايبل تأسست 2016 تقدم خدمة البطاقات البنكية وإدارة المصاريف للشركات الصغيرة والمتوسطة يعني باختصار إذا عندك شركة وتحتاج أنك تطلع بطائق للموظفين أثناء السفر وغيرها من الاحتاجات الأخرى مثل اشتراكات الانترنت وما شابه تقدر أنك تكون عميل عند ترايبل وبعدين ترايبل أيضا نقدم لك خدمات أخرى من أهمها طبعا خدمات تمويلية أعلنت الشركة أنها جددت عقدها التمويلي مع صندوق بي أف جي بارتنرس فور كروث العالمي واللي كان قيمة التمويل 150 مليون دولار والملفت طبعا أنه هدف التمويل هذا هو التوسع للسعودية بشكل واضح ورسمي وأيضا استمرار توسعها في المكسيك وأمريكا اللاتينية طبعا الشركة عندها الكثير من العملاء في المنطقة ومن أهم الصراديق المحلي المستثمر معهم هو صندوق بيكو الإماراتي لو تذكر عبدالله قبل أسبوع أو أسبوعين تكلمنا عن حصول شركة ساي فاي السعودية واللي تعتبر منافس رسمي لهم واللي حصل على رخصتهم من البنك المركزي واللي هي رخصة EMI اليوم نشوف أن الترايبل تحاول تدخل السعودية وتنافس ساي فاي معاذ تظل قصة أو قصة وفرصة الشركات الصغيرة والمتوسطة ووصولهم للخدمات المالية بشكل جيد قصة أو فرصة كبيرة جدا أعتقد فيه بعض يعني التغير في وجهة النظر لبعض البنوك خاصة في السعودية لكن يعني الشركات مو بس تبغى تمويل هذا مستهدف واضح في أحد برامج الرؤية زيادة حصة التمويل للشركات الصغيرة المتوسطة لكن كذلك الشركات تبغى خدمات أسهل وأسرع فأنا أعتقد هذا بنشوف منافسة هنا كبيرة خصوصا أن كثير من الشركات الصغيرة المتوسطة أو عامل الدعاية بتوصية الورد أوف موت عامل مهم جدا فالشخص أو الشركة اللي بتقدر تقدم خدمة فعلا مميزة وسهلة أعتقد بيكون لها نمو كبير جدا في السوق السعودي وجميل أنك تشوف شركة زي ترايبل تركيزها في المكسيك وسعودية ما أدري كيف يديرون الفرق داخليا لا أكيد في فرق متخصة الأسواق لكن أكيد كذلك في فرق يعني تخدم كل أسواق الشركة فما أدري كيف قاعدين يستفيدون من التجارب هنا وهنا لكن أعتقد هذا بكل تأكيد يعطيهم شوية فرصة لتجارب مجانية بين قوسين يعني يقدر يجرب شيء في السوق هذا واللي يتعلم شيء من السوق السعودي يستخدم في السوق المكسيكي على سبيل المثال أو العكس كذلك جميل ممكن نشوف خدمات أو منتجات أو مزايا جديدة ممكن ما نشوفها متوقعة في السوق السعودي لأنها جاية من أسواق أخرى طبعا عبدالله الشركة جمعت قرابة 300 مليون دولار وأحد الجولات كانت بقيادة صندوق Softbank اللي في أمريكا اللاتينية وعندهم مجموعة كبيرة من المستثمرين المهمين من أهمهم Partners for Growth اللي أصلا استثمر معاهم في إحدى الجولات الملكية غير عملية التمويل اللي قدمها لهم فأعتقد الشركة في موضع جيد اليوم وأنا ذكرت Syfy لأنها مؤخرا حصلت على الرخصة لكن الحقيقة في العديد من الشركات الموجودة والتي تحاول أنها تتوسع للسعودية أيضا يمكن أغلب الشركات موجودة في الإمارات مثل شركة PEMO والتي كنت أحد المستثمرين فيها والتي جمعوا جولة قياسية في البذرة أكثر من 12 مليون دولار وأيضا عندك شركات مثل بلوتو وأيضا شركة الأن باي وأعتقد في العديد من الشركات التي لا ندري عنها وطبعا في العديد من الشركات التي تبني البنية التحتية التي تساعد وجود مثل هذه الشركات مثل عندك طبعا شركة نيم كارد وأيضا عندك شركة سيمبليفاي وأيضا عندك شركة ستتش يمكن هذه أهم ثلاث شركات والأكثر يعني شهرة في هذا القطاع واللي هم يمكنون هذه الشركات من تقنية يعني إصدار البطاقات لأنك تحتاج يعني بنية تحتية تحت هذه الشركات بحيث أنهم يقدرون يصدرون البطاقات قطاع يعني قطاع كله مرتبط ببعضه وكل طبقة تغذي الطبقة اللي بعدها فأعتقد يعني في المستقبل القريب رح يكون في ثورة إلى حد ما في قطاع البطاقات سواء على مستوى الأفراد أو الشركات معاد ودي أنتقل لخبر ثاني كذلك من الإمارات شركة تجمع جولة 40 مليون دولار في جولة مبكرة يعني مدري كيف شفت الجولة حلقرات على المنتج أنا كمان شفت المنتج صراحة ملفت جدا يعني كان الشركة من أحد شركات الخيال العلمي صراحة إحنا لنا فترة نتكلم عن الأجهزة أو الملبوسات التقنية تكلمنا عن جهاز أبل السكر تكلمنا عن ملبوسات وب والبكاء الاصطناعي اللي قدموه من خلالها لكن اليوم نتكلم عن شركة محلية في الإمارات قاعدة تحاول تسوي شيء ما أحد سواه باختصار يبغون يبنون عدسات تحطها على عيونك مثل العدسات الطبية المعروفة لكن هذه عدسات عندها قدرات خارقة من أهمها أنك تقدر تزوم في الحياة الطبيعية وأيضا تقدر تشغل الرؤية الليلية والعديد من الخيارات طبعا وأيضا فيه مزايا متعلقة بذكاء الاصطناعي وغيرها من الأشياء طبعا يبدو أن المؤسسين واللي يعملون في الشركة واللي عددهم ما هو بسهل أكثر من مئة شخص تقريبا يبدو أنهم أغلبهم ذو خلفية بحثية وأكاديمية إلى حد كبير واللي استثمار معاهم صندوق من هونج كونج أيضا والعجيب أيضا أنهم يستهجفون أول منتج في عام 2026 فصراحة خبر غير عتيادي على الأقال عندنا في المنطقة لأننا يندر عندنا موضوع الاستثمار في المنتجات المحسوسة وأيضا يندر عندنا الاستثمار في الأبحاث يعني المنتجات اللي أصلا قائمة على أبحاث لأن التقنية ما هي تقنية جاهزة فأنت تتكلم على طبقتين في استثمار واحد والطبقتين كلها نادرة عندك طبقة بحثية وطبقة بناء منتج محسوس لكن يعني هذه أول خطوة أعتقد وما ننسى خيارهم أو بدون بس بيكون في طبقة ثالثة اللي هي طبقة نموذج التشغيل يعني هل بس بتجيب نموذج موجود يعني تركبوا على طريقة الاستخدام الجديدة اللي قاعد تبتكرها ولا لازم يعني تبتكر كذلك نموذج تشغيل معين وإذا سويت هذه كيف كيف الربط بيكون مع التطبيقات وما إلى ذلك يعني هل هو سكرين ميرورينج ولا مشاركة الشاشة من جوالك وتعتبر شاشة العدسة ولا شيء مختلف فهي تعتمد على تقنية الواقع المعزز يعني أنك تشوف اللي قدامك لكن من نفس الوقت تشوف التطبيقات والإضافات عليه بس جميل تشوف توجه كذلك مختلف للنظارات مثلا زي نظارات أبل فيجن برو لأنه يعني المجال واسع فحلو أنه تشوف فيه مرض هنا اليوم أعتقد موضوعنا العام التجارب تشوف تجارب مختلفة في زوايا من هذا المجال ونشوف مين اللي مين اللي بيكسب ويعني النسخة السابقة الغير رسمية من هذه هي نظارات جوجل اللي يمكن جت بدري يمكن ما كانت جاهزة بالنموذج التشغيلي كذلك فالحيانة هذا بيقربها العينك طبعا يعني نذكر نبخر الشاشة عن واثر الشعع الزرقاء هذه الشعع الزرقاء واصل لعينك الحالة فما أدري كيف يتعاملون مع أشياء زي جفاف العين وما أدري طيب طيب يعني بما أن نتكلم عن الأبحاث والتجارب فلابد نتكلم عن الاتفاقية اللي تم توقيع ها الأسبوع الماضي ما بين شركة جي فورتيتو الإماراتية و شركة أوبن اي آي المسؤولة عن نموذج جي بي تي صراحة الخبر كان يعني خطير على الأقل أنا شفته كذا لأن أول توسع حقيقي لأوبن اي آي باتفاقية من هذا النوع والاتفاقية بين الشركتين رح تعطي شركة جي فورتيتو حسب ما فهمت يعني حق إعادة بيع أو إعادة يعني بيع حالات استخدام لنماذج شركة أوبن اي آي على الأسواق المحلية والعالمية التي تخدمها شركة جي فورتيتو طبعا شركة جي فورتيتو شركة تقنية ضخمة موجودة في أبوظبي وعندها استثمارات أو أبحاث في مجالات مختلفة من الذكاء الصناعي والرؤية وغيرها من الأشياء المختلفة يمكن القطاعات التي تعمل فيها أكثر من 12 قطاع حتى يعملون في تطوير تقنيات ذكاء الصناعي في المجال الرياضي على سبيل المثال طبعا وهي شركة ضخمة جدا عندهم أكثر من 23 ألف موظف فهذا النوع من التعاون صراحة تعاون شفته رائع جدا واللي لفت انتباهي كلام أيضا سام ألتمن عن الشركة كان يقول أن يعني أنا كنت أسمع بالذكاء الصناعي وأسمع عن حديث عن الذكاء الصناعي في الإمارات قبل ما يكون ذكاء الصناعي حديث كل أحد في الشارع والموضوع اللي الكل يبغي يتكلم عنه معاد فيه كذلك بعض التقارير تتكهن أن لأن شركة جي 42 تستثمر في شركات كثيرة أن قد تكون هذه الشراكة كذلك نوع من التعرف بشكل أكبر على الشركة على أوبني آي ومنتجاتها قبل ممكن الاستثمار في جولة قادمة خصوصا أن سام ألتمن واضح يعني أن أوبني آي بتحتاج أنها تجمع مبالغ كبيرة جدا قد تصل إلى 100 مليار خلال رحلتها في السنوات القادمة فهذه كمان زاوية ممكن يكون فيها ارتباط أكبر بين الشركتين بعض التقارير كذلك معاد تربط مايكروسوفت بالنص لكن مو واضح وش العلاقة بين الثلاث شركات لكن زي ما قلت أنت يعني أتصور أنها حالات استخدام معينة فقد تقدم بالربط مع خدمات مايكروسوفت لكن الشراكة فعليا بين أوبني آي و جي فورتيتو بحسب الأخبار اللي طلعت طبعا يعني جي فورتيتو العام الماضي ما دري إذا تذكر أعلنوا عن تأسيس صندوق جديد خاص فيهم اسمه فورتيتو أكس واللي كانت قيمته عدة مليارات دولارات فمن هنا يمكن بادي موضوع التكهن بسبب حجم الصندوق اللي أسسوا وبسبب طبعا الآن وجود هذه الشراكة وحتى وجود يبدو علاقة ودية جدا وإطراء من سام ألتمان اللي نادر أصلا ما يطري على أحد خصوصا في مجال الذكاء الاصطناعي فيعني صراحة قدوم OpenAI بشكل أو بآخر للمنطقة أعتقد أنه خطوة إيجابية للمنطقة وللمنظومة بشكل عام وأيضا خطوة ذكية لأوبنAI لأن أنت كأوبنAI ما تقدر أنك تتعامل مع كل الشركات بشكل مباشر شركة صغيرة أو شركة متوسطة تبغى تعديلات بسيطة على نموذجك صعب أنك أنت تقدم لهم هذه الخدمة بشكل مباشر لكن تبدأ تستخدم نموذج الشركات اللي تبيع بالنيابة عنك مثل ما كانت الشركات الأنظمة مثل Microsoft أو SAP أو غيرها تسوي هي ما تجعل تتواصل مع كل قاعدة العملاء لكن يعينون شركات أو وكلاء لهم في المنطقة وشركاء طبعا ومن خلالهم يقدرون يزيدون عملية الوصول إلى عملاء محتملين ما كويس أنه عندنا وصول مبكر في المنطقة لأهم النماذج اللي موجودة في العالم اليوم بعد نجي السعودية في خبر كذلك في التقنية المالية شركة كادي تحصل على ترخيص البنك المركزي السعودي لتقديم خدمات اشتر الآن وادفع لاحقا كسادة شركة تحصل على هذا الترخيص في السعودية يمكن يجي هذا الخبر بعد عدد النسابيع من تابع شركة المعمر في نفس المجال تكلمنا عنه وقلنا وش الزاوية اللي بيأخذها المعمر الآن نشوف كذلك لاعب ثاني جديد كذلك أعتقد بنشوف هل هي نفس استراتيجية للدخول في السوق خصوصا مع وجود لعبين كبار ولا بيتبعون استراتيجية ثانية في كسب حصة سوقية مدري كيف شفت الخبر ولا ندعي لهم بالتوفيق كذلك والله ندعي لهم بالتوفيق والبقاء لأنه اليوم المنافسة شرسة ومحتدمة بين تابي وتمارة وحتى تابي سمعنا أنهم ينمون طرح أسهمهم في الأسواق السعودية فأعتقد إن شاء الله إذا طرحوا يصير عندنا فكرة واضحة عن حجم العمليات وعن طبيعة هذه العمليات والهوامش الربحية إلى آخره فالأكيد بعد الأرقام اللي شفناها من تقرير البنك المركز السعودي لعام 2022 واللي كان عمليات أشتر الآن ودفع لاحقا وصلت إلى 8.7 مليار ريال تقريبا الأكيد أن اليوم الأنظار كلها على هذا السوق أحد أهم وهو أكبر سوق لقطاع التقنية المالية فهل فعلا في مساحة للعديد من اللاعبين أنا برأيي شخصي نعم في مساحة لكن في مساحة للمتخصصين أعتقد بعض المنتجات بعض حالات الاستخدام قد تتطلب عملية تمويل الاشتري الآن ودفع لاحقا لكن بصور مختلفة فهي فرصة للتخصص لكن المنافسة على مستوى المتاجر الإلكترونية بنفس منتج كل من تابي وتمارى أعتقد هي معركة خاسرة فكرة جميلة بس أنا والله ما عندي أفكار لحالات الاستخدام هذه فأدعي لهم بالتوفيق وأشكرك معاذ ما قصرت يعطيك ألف عافية وإن شاء الله نشوفك الأسبوع القادم هشوفك الأسبوع القادم مع السلامة شكرا لكم وشكرا لفريق السوق أحب أشكر زملائي في فريق الإنتاج واللي ساعدونا في إنتاج هذه الحلقة في إدارة الإنتاج أصيل بفرط في العداد أسامة المشيقح وفي التحرير أنس الخليل وفي الهندسة الصوتية يوسف إبراهيم وفي التلوين عبد المجيد العطاس وفي التصوير عبد الرحمن عبود هذا بودكاست السوق أحد منتجات شركة ثمانية للنشر والتوزير